الحياة مليانة بالتوتر والسترس والقلق وده بينطبق على كل جوانب الحياة عموما مش بس حياة العمل ممكن كمان تكون الحياة الدراسية بتسبب لكم بعض القلق ممكن الشغل ممكن المسئوليات اللي ورانا بشكل عام بتسبب لنا احساس بالقلق والتوتر عشان كده في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي نقلل الاحساس بتاع القلق والتوتر النتجين عن اي سبب كان سواء السبب دوت كان بسبب المذاكرة او بسبب المسئوليات اللي ورانا او بسبب الشغل اللي مفروض نعمله بس قبل ما نبدأ احب اقول لكم صباح او مساء الفل عليكم حسب بتسمعونا من اي بلد والساعة عندكم كام دلوقتي ما تنسوش تشاركوني تحت في التعليقات الساعة عندكم كام دلوقتي وبتسمعونا من اي بلد وكمان بتعملوا ايه وانتوا بتسمعوا حديث تحفة واهلا وسهلا بكم انا سلمة حجاج ودي قناتي التحفة تحفة ودي حلقة جديدة من حديث تحفة انا تقريبا يعتبر يعني من اكتر الناس اللي بتقلق وبيحسوا بالتوتر لابسط الاسباب سواء مثلا وراي حاجات عايزة اخلصها فبتوتر او بفكر في بعض المسئوليات والحاجات اللي مفروض اعملها في المستقبل فبتوتر وهكذا فعشان كده حبيت اشارككم الموضوع بتاع النهاردة ان هو يكون عن التوتر والقلق وهنتكلم عن 8 عدات او 8 خطوات نقدر ان احنا نطبقهم واي انسان نقدر ان هو يطبقهم عشان يقلل من الاحساس بتاع القلق والتوتر اللي عنده اول خطوة معنا ودي طبعا كان لازم تبقى اول خطوة وهي المساعدة الاحترافية يعني في بعض الحالات من القلق بتكون مرضية وفي بعض الحالات من القلق بتكون غير مرضية وساعات كتير بنبقى مش قادرين نحدد ازا كان الموضوع هو مرض نفسي ولا هو بس مجرد مشاعر متلغبطة لان في كتير من الامراض النفسية بيكون لها علاقة بالمشاعر اللي احنا بنحس بيها بشكل يومي وبشكل دوري زي مثلا ان ممكن الشخص يكون الان القلق اللي هو الطبيعي وممكن الشخص القلق دوت يوصل بي ان هو يبقى مرض نفسي محتاج تدخل من طبيب ان هو يبقى عنده انكزايتي او قلق شديد ويجي له بانك اتاكس او نوبات ذعر ممكن الشخص بس مجرد ان هو يكون حس ان هو حزين او مخنوق او متضايق ومش عارف متضايق من ايه ولا قدر الله ان هو يدخل في نوبات اكتئاب ممكن الشخص مثلا يكون بس مجرد ان هو بيحب الدنيا تبقى مترتبة ومضيفة وممكن برضو الاحساس دوت يكون في مستوى اعلى ويكون شخص محتاج يروح لطبيب عشان يقدر يتعامل مع الوسواس القهري اللي عنده طيب ازاي نحدد ازا كان الموضوع دوت محتاج تدخل نفسي ولا لأ طبعا اللي عايز يروح للطبيب النفسي ويسأله عن اي مشاعر هو بيحس بيها والمشاعر دي بتأثر عليه بشكل سلبي فطبعا اكيد دي خطوة كويسة جدا لكن لو حد متردد ومش عارف هالموضوع محتاج تدخل احترافي من طبيب نفسي ولا لأ فلازم تسألوا نفسكم سؤال مهم جدا وهو ده لا يحدد لكم الاجابة لو الاحساس او المشاعر دي تسببت لكم خلل في حياتكم اليومية او خلتكم تفكروا تأذوا نفسكم او تأذوا اللي حواليكم سواء بقصد او بغير قصد فاكيد الموضوع محتاج تدخل احترافي من طبيب نفسي مش مجرد بس عادات هنغيرها في حياتنا لا الموضوع محتاج تدخل بشكل اعمق من كده يعني لو الشخص بسبب انه هو حزين او مخنوق مش قادر انه هو يقعد على شغله او مثلا مش قادر انه هو يقعد مع عائلته او مش قادر انه هو يتحمل مسئولياته مش قادر يروح الامتحان بتاعه مش قادر انه هو يودي مثلا اطفاله المدرسة دوت كده دخلنا في مرحلة ان فيه خلل مؤثر على حياة الشخص اليومية لو الشخص في العادي بيحب مثلا ينشوف الدنيا مترتبة بيحب ايده النهاية بانضيفة لكن الموضوع دخل في سكة انه هو وسواس وبيخسل مسلا ايده في المرة الواحدة بدل ما بيخسلها مرة واحدة بيخسلها عشر مرات وارا بعد او يخرج من الحمام يقول انا لأ منحس ان ايدي مش نضيفة كفاية ويرجع تاني فاكيد الموضوع دوت محتاج تدخل من شخص مختص واكيد الشخص المختص الي احنا بنتكلم عليه هنا هو الطبيب النفسي او الجهات الطبية دي كانت اول نقطة حبيت اتكلم عليها طبعا المرض النفسي زيه زي المرض العضوي هي كيميكلز او مواد كيميائية ونواقل عصبية بتتغير التركيزات بتاعتها وطريقة شغلها في الدماغنا بيحصل فيها خلل بيؤدي الى ان الشخص يبقى عنده مشكلة ما والمشكلة ديت الطبيب النفسي بقى هو اللي بيقيمها وهو اللي بيتعرف عليها وبيشخصها وبيوصف بقى للشخص اللي عبيعاني من المشكلة ديت الحلول عشان يقدر يعيش حياته بافضل شكل ممكن تاني خطوة هتكلم عليها او تاني نقطة هتكلم عليها وهي اهمية النوم بالنسبة لي اليوم اللي مش بابقى نايمة فيه كويس اليوم دوت بيكون من اصعب الايام اللي بتمر علي المود او المزاج بتاعي بيكون سيء جدا بكون عصبية جدا وخلق دايق ومش قادرة ارتب افكاري ومش قادرة اصلا افكر بشكل مظبوط فاكتشفت ان السر الاساسي او الخطوة الاساسية عشان اصبط اي حاجة في حياتي هي ان اصبط نومي سواء بقى هنايم بدري واصحى بدري او اي حاجة بصي المهم اي اخد كفاية من النوم يعني لما انايم كل يوم كويس دوت بيأثر جدا على الانتاجية بتاعتي تاني يوم بيأثر جدا على تعاملي مع اي حد تاني يوم بيأثر جدا علي وطريق تفكيري تاني يوم بيقلل طبعا من الاحساس بالتوتر لان انا لما مش ببقى نايمة كويس ما بعرفش احلل اي مشكلة او اي عقبة بتواجهني في اليوم بحلها بصعوبة ودوت طبعا بيسبب لي توتر كبير جدا تالت نصيحة او تالت خطوة وهي اننا نشوف الشمس كل يوم نحاول نشوف الشمس كل يوم حتى لو من الشباك بتاع الاوضة حتى لو مش هنقدر ان احنا نخرج برا للشارع ونتمشى لو قدرنا ان احنا نخرج ونتمشى في الشارع ورجلنا تغبط في الارض يا حبازة لو قدرنا ان احنا نروح مكان طبيعة زي حضيقة مثلا بعيد عن الاجهزة والزبزوات وبعيد عن الموبايلات والشاشات الزرقة طبعا يا حبازة بس في اسوأ الاحوال حاولوا ان انتم تشوفوا الشمس كل يوم حاولوا انتم ما تصبح الصبح تفتحوا الشبابيك تفتحوا الستاير تخلوا الاضاءة بتاعة الصبح والاضاءة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى ده تخش لكم الاوضة بجد هتفرق جدا في نفسيتكم ممكن ما تبقوش حاسين بالتأثير دوت بس مع الوقت هتحسوا بيه جدا 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 عن نفسي بحب احط الخضار بتاع التخزين زي البصل والبطاطس في البلكونة عشان تبقى حجة ليه ان انا ادخل البلكونة عشان اجيبهم واببصل السماء واتأمل فيها حتى لو سنتين تلاتة بحب برضو ان يكون عندي زرع في البلكونة ادخل اسقي كل يوم او يوم ورا يوم عشان برضو يبقى عندي دافع او حجة تخليني او مبرر يخليني ادخل البلكونة كل شوية واشوف السماء الخطوة الرابعة وهي اننا ناكل كويس الاكل بيأثر علينا بشكل كبير جدا 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 مش هقول لكم طبعا اكله اكل صحي الكلام دوت خلاص احنا سمعناه كتير جدا واشبعنا منه لكن اللي هقوله ان لما الانسان يكون جعان ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتخليه ما عارفش يفكر كويس في بعض الناس مش بيعرفوا يتصرفوا كويس ولا بيعرفوا يفكروا كويس لما يكونوا جعانين لو انتو من الاشخاص دولا اكتبوا لي داحت في التعليقات فالجوع من الحاجات اللي بتأثر علينا هو بشدة فمش هتكلم عن الاكل الصحي لان اكيد انتو سمعتوا الكلام دوت كتير جدا بس كل اللي هقوله ان لما نحس ان احنا جعانين ما نروحش ناكل الاكل اللي بيكون مليان سكر نحاول ان احنا ناكل تفاحة نحاول ان احنا ناكل موزة نحاول ان احنا ناكل اكل مفيد ونبعد قدر الامكان عن الاكل اللي مليان سكر زي الشوكولاتات والبسكوتات والحاجات دي كلها لان الاكل اللي مليان سكر مجرد بس ما بناكله بيدينا كده شوط عالية كده من السكريات يطلع معها جرعة انسولين كبيرة بعدين جرعة الانسولين دي تروح نازلة مرة واحدة والسكر دوت برضو يروح نازل مرة واحدة وبعد كده نرجع نحس بالجوع مرة تانية في وقت قلال جدا نحاول ناكل الاكل اللي بيشبع وفي نفس الوقت يكون ليه قيمة غذائية عليها خامس خطوة او خامس نصيحة تخلينا قدر الامكان نبعد عن التوتر وهو ان احنا نعمل حاجة تزود الدوبامين او تزود الهرمونات بتاعة السعيدة في جسمنا طبعا من اشهر الحاجات اللي بتزود الهرمونات والناقل العصابية لليه علاقة بالسعيدة في جسمنا هي الرياضة اكيد في ناس كتيرة بتحاول انها تلتزم وتلعب رياضة كل يوم وقد يكون برضو في ناس مش بتقدر ان هي تلتزم ان هي تعمل رياضة كل يوم فانا هقول لكم على اسهل حل للموضوع دوت لو مش قدرين ان انتو تعملوا الرياضة كل يوم تمارين بغض النظر هي ايه حاولوا تعملوا بلانك كل يوم كأنه بيمرن عضلات الجسم كلها وفي نفس الوقت مدته سيارة جدا تكادة تذكر حسب بقى كل شخص وقدرته تقدروا ان انت تصمودوا لحد 30 ثانية واثبوتوا الموبايل على الستوب ووتش وشوفوا هتقدروا تقعدوا بلانك قد ايه هل تقدروا تقعدوا دقيقة هل تقدروا تقعدوا اكتر كل ما الوقتي يزيد كل ما ساعدتكم بنفسكم هتزيد كل يوم تزودوا فيه سنيتين كمان هتحسوا كأنه انتو حققتوا انتصار كبير جدا 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 ودوت هيعملكوا زي كده جرعة من الدوبامين او جرعة من هرمون السعادة تخليكم حسين باحساس حلو الاحساس الحلو دوت طبعا هيقلل من التوتر خلال اليوم حتى لو مانجزتوش اي حاجة في اليوم ودوت كانت من ضمن الحاجات الموتراكم فاديكم انجزتوا ان انتو عملتوا رياضة للنهارة ده سادس خطوة او نصيحة معنا وهي اننا نحاول بقدر الامكان ان المكان اللي بنكون بنشتغل فيه او المكان اللي بنقضي فيه اغلب يومنا يكون مرتب ونضيف يعني لو اغلب يومي انا بقضيه في المطبخ عشان مثلا بطبخ الاكل وده الجزء الاكبر من يومي فاحاول دايما ان المطبخ بتاعي يكون مترتب ونضيف احاول ان انا اما خلص شغلي فيه اسيبه مترتب بحيس لما اجي ادخله تاني يوم الاقي مترتب ويفتح النفس وما يسبب ليش توتر لو انا اغلب وقت فيه المكتب بتاعي اللي في البيت او في الشغل والشغل من اكتر الحاجات اللي بتسبب لي توتر او انا عارفة ان انا دخل على بروجيكت او ورايا مهام كتيرة مثلا عايزة اعملها فاحاول قدر الامكان ان اسيب المكتب بتاعي ريئة والمساحة اللي بشتغل فيها ريئة ونضيفة ومترتبة وخصوصا لما اخلص شغل بحيس ان لما اجي تاني يوم او اجي الفترة اللي بعدها عشان ادخل اشتغل وانا دخلها بقى كده بهموم الدنيا كده في قراسي ربنا يا ربي يسر لنا حالنا جميعا فوانا دخلها بقى عشان اشتغل لما المكان يكون نترتب وكل حاجة محطوطة في مكانها وقلقي مساحة ان انا اشتغل فيها دوت برضو هقللي من الاحساس بالتوتر والقلق سابع خطوة او سابع نصيحة وهي تكنيك نعمله لما نحس بالقلق التكنيك دوت اسمه شارح نفسه بتقال عليه او خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد لما نحس ان احنا قلقنين ومتوترين ويحسين ان في حاجة ضغطة على اعصاب نجامد هنعمل ايه اول حاجة رقم خمسة هنحاول نبص على خمس حاجات حوالينا يعني نحاول مثلا نبص بصات سريعة على خمس حاجات حوالينا انا دلوقتي شايفة قدامي مخدة شايفة قدامي زرعة شايفة قدامي مروحة شايفة قدامي ورد وشايفة قدامي مج دولها خمس حاجات حوالي بعد كده اربعة هنلمس اربع حاجات حوالينا ممكن ألمس الكرسي اللي أنا قاعد عليه ممكن ألمس هدومي ممكن ألمس مثلا كتفي ممكن ألمس القلم اللي أنا مستكى في إيدي وهكذا مهم نلمس أربع حاجات رقم ثلاثة نحاول أن نركز ونسمع ثلاث أصوات ممكن تسمعوا صوت نفسكم ممكن تسمعوا صوت العربيات مثلا اللي ماشي في الشارع ممكن لو فيه صوت زي الدقة بتاعة عقرب الساعات برضو تسمعوها ومهم حاولوا تحددوا ثلاث أصوات حوالكم وبعد كده رقم اثنين وهو أننا نشم ريحتين أو نستخدم حاسة الشم في أننا نشم ريحة حاكتين ممكن مثلا نشم ريحة الهوى ونحاول نتخيل ريحة الهوى دي عبارة عن إيه ممكن لو معنا مثلا مشروب زي قهوة أننا نشم ريحة القهوة دي أي حاجة قريبة مننا نحاول أن نشمها وموضوع بتعمل وإحنا قاعدين في مكاننا من غير ما نتحرك ونلف كتير آخر خطوة وهي واحد أننا نحاول نتزوق أو نستخدم حاسة التزوق في أننا نتزوق أو ندوق حاجة واحدة بس ممكن مجرد بس أننا نبلع رقنا ونشوف أصلا التعم اللي بقنام إيه ممكن لو معنا قهوة أننا ندقها أو معنا أي مشروب مثلا زي شاي أو مية ندوقه أو نشربه وهكذا التكنيك دوت بيخلينا أننا نفصل عن التوتر والقلق والحالة اللي إحنا بنكون دخلنا فيها وبيساعد فعلا أننا نتخلص من الإحساس بالضغط اللي علينا ثامن خطوة أو نصيحة ودي فعلا أنا بنصح بيها كل الناس وخصوصا الناس اللي بتشتغل أو عندهم بزنس أو وراهم دراسة أو وراهم ضغوطات حياة مثلا وحاسين أن حياتهم كلها متاخدة في جانب واحد أو حاسين أن هم كأنهم كده مش بيعملوا حاجة لنفسهم خالص وهو أن إحنا يبقى عندنا هواية بهدف المتعة مش بهدف الربح يعني تلاقوا هواية أو حاجة أنتوا بتحبوا تعملوها الحاجة دي بس أنتوا بتعملوها عشان طيدوا وقت مع نفسكم تحسوا بالاستمتاع وتحسوا أن أنتوا مبسوطين تحسوا أن أنتوا مش بس مسحولين في ضغوطات الحياة وأعباء الحياة أو مثلا تربية الأولاد أو الشغل لا في حاجة أنا بقعد مع نفسي وبعملها مع نفسي حتى ولو خمس دقايق أو عشر دقايق أو ربع ساعة أو نص ساعة في اليوم الوقت دوت مش خسارة فيكم الحاجة دي مثلا ممكن تكون زي التلوين ممكن تكون الرسم ممكن تكون حرفة يدوية زي التركو أو الكروشي ممكن تكون أي حاجة كل طبعا ما الهواية دي بعدت عن الحاجات الديجتال وبعدت عن الأجهزة وبعدت عن شجرات الزرق وهواية تكونوا أنتوا بتستخدموا فيها ديكم أو بتستخدموا فيها حواستكم المختلفة حتى لو الهواية دي مثلا كالطبخ بس المهم أنه يبقى طبخ بهدف المتعة مش بهدف أن أنا أأكل حد أو بهدف أن أنا أكسب من وراه يعني لو أنا بطبخ كل يوم في حياتي اليومية عشان ناكل يعني أنا وعيلتي فدي مش هواية إنما لو أنا هوايتي مثلا أنا أعمل مخبوزات وأشوف وصفات جديدة وأخش أجربها في وقت كده أنا مبسوطة فيه فأوكي دي هواية كويسة لو الهواية بتاعتي بقى تحولت إن هي تكون هواية ربحية يعني أنا مثلا بحب التركو قوي وبدأت أعمل تركو وبعدين بدأ يجي لي زباين على المسلا الكوفيات والحاجات اللي أنا بعملها وبعدين فتحت مشروع والمشروع دوت بقت بكسب منه فلوس بقى وبقت ببيع حاجات آآ تركو فساعتها دي كده مش هواية بهدف المتعة لازم ساعتها بقى أدور على هواية تانية بهدف المتعة يعني خلاص اوكي تركو أنا بحب أعمله بس بما إنه بقى هواية ربحية وقلب شغل لازم أدور على هواية تانية واكتشف نفسي من الأول وألاقي هواية أكون بحبها وحاجة فعلا بحب أعملها وتخليني أفصل بقى من التوتر والاسترس اللي بيجي لي من وراء الشغل بتاع التركو والتعامل مع العملاء والزباين لو عندكم نصيحة أو خطوة أو طريقة تساعدنا على التخلص من الحساس بالتوتر والقلق ما تنسوش تشاركوني النصيحة دي تحت في التعليقات ودي كانت كل حاجة لحديث النهاردة ما تنسوش إنه دايما تقدروا تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق إنه تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد كمان تقدروا تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام هساب لكم كل رابط دي تحت في صندوق الوصف وإلى اللقاء في حديث جديد دمتم بخير باي باي